في الخطاب الذي وجه الملك محمد الثالث للأمة مثاء الثبتة بمناسبة الذكرى التاثع والستين لتورة الملك والشعب أكد عاهل البلاد عن الصحراء المغربية لب السياسة الخارجية للمملكة ومحدد والأساسي في أي تحرك دبلوماسي أو علاقات تنائية داعيا عواثم لم يذكر إثمها إلى مغادرة منطقتها الرمادية التي اختارتها الثبيل لتعاطي حكوماتها مع ملف الصحراء المغربية وفي أول تفاعل من بلاد الشنغيطة مع مضامين الخطاب الملكية وخاصة فيما يخص دعوة الملك محمد الثالث شركاء المغرب الذين يتبنون مواقف غير واضحة إلى مراجعة مواقفهم الغامضة ووضع حد للازدواجية بخصوص هذه القضية الحاسمة بالنسبة للمملكة جدد السيد محمد ولد محمد وزير موريتاني سابق موقف بلاده معلنا الاحتفاظ الرسمي بموقف الحيادة في ملف الصحراء المغربية رغم التحولات وتغير مواقف الدول الكبرى في العالم من ذلك الملف وقال الوزير الموريتاني الأثباق إن مواقفنا دوما تكون نابعة من إرادتنا الحرة ومصالحنا وتقديراتنا دون أي إملاءات من أي كان ولا يوجد ما هو أوضح من موقف الحياد الإيجابية الذي تتبناه موريتانيا من النزاع للصحراء باعتبارها منطقة متنازع عليها بين المغرب والصحراويين باعترافهما وقبولهما بتدويل هذا النزاع حسب ذعمه وتابع ولد محمى في تدوينة على الفيسبوك ولأننا لسنا الجهة التي تمنح الصحراء لهذا الطرف أوداك ولسنا الحكم الذي ارتداه الطرفان لحثم هذا النزاع فقد أعلن نواب وضوح بأننا على استعداد لأن نكون جزءا من الحل ولسنا طرفا في النزاع وليس من مصلحة أي طرف كان إعادتنا إليها لأن هذه العودة بداهة ستكون عبءا تقيلا على أحد طرفيها بحكم روابط الرحم والقربة والمجتمع الواحد من قبائل الثقية والوادي وبحكم الاتفاقات الدولية التي لم تتمر مفاوضات الأطراف بديلا عنها لحد الثاعة وأشار إلى أنه لذلك فإن على الطرفين تثريع وتيرة البحث عن الحل الدائم باتباره أمرا حتميا بعيدا عن التفعيد وأوهام القوة وتحريد الأجنبية الذي يهمه إبقاء النزاع بؤرة توتر دائمة تعيق تنمية المنطقة وأمنها ووحدة شعوبها وفي وقت ثابق تثأل التقارير المحلية عن مفائدة احتفاد حكومة واكشوتة عن تخزين موقف الحياد مدة 43 عاما خاصة وأن إشكالية التعاطي الموريتاني مع قرية الصحراء هي استمرار لضل اللبث والغمود والمأذق النظري والسياسي والجستراتيجية المحاط بهذا التعاطي الذي يصف البعض بالموالي للمغرب وينعته آخرون بالموالي للجزائر وعثابة البوليساريو ناهيك عما تتمثك به السلطات الرسمية الموريتانية من التزام الحياد بين مختلف أطراف القضية وفي الخطاب الثامي الذي وجه مثاء الثبت للأمة بمناسبة الدكرى التاسع والستي لطورة الملك والشعب أكد الملك محمد الثالث أن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم مشددا على أنه أيضا هو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيث به صدق الثداقات ونجاعة الشراكات وقال الملك وجه رثلة واضحة للجميع إن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيث به صدق الثداقات ونجاعة الشراكات لذا يتابع الملك ننتظر من بعض الدول من شركاء المغرب التقليديين والشدد التي تتبنى مواقف غير واضحة بخصوص مغربية الثحراء أن توضح مواقفها وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل واضاف الملك لقد تمكن خلال الثانوات الأخيرة من تحقيق إنجازات كبيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي لصالح الموقف العادل والشرعي للمملكة بخصوص مغربية الثحراء وفي خبر آخر عادت قضية القويرة إلى دائرة الضوء خلال الثاعات الأخيرة بعدما انتشرت بمواقع تواصل الاجتماعي ثور لقطع عسكرية تابعة للقوات المسلحة الملكية تردد أنها دخلت المدينة المغربية التي تعد آخر مدينة جنوبا في جغرافيا المغرب الدستورية بالمحادث مع الحدود الموريتانية والتي كانت خالية من أي وجود بشرية طيلة عقودة ولحدود الثاعة لم يصدر عن القوات المسلحة الملكية أي بلاغ رسمية بخصوص هذه الخطوة كما لم يصدر عن الجانب الموريتاني أي تفاعل مع الموضوع في الوقت الذي تخشى نواكشوت أن تحولها الريباط إلى إحدى موانئها حيث شكل ظهور ميناء القويرة ضمن مخطط لإنشاء ميناء الداخلة وميناء مهيريز بالصحراء المغربية خلال نشرة أخبار سابقة بالقناة الأولى المغربية مخاوف لدى موريتانيا من فرضية توجه المغرب لإعادة إعمار المنطقة المتواجدة على الحدود مع موريتانيا وهو أمر لم تؤكده الحكومة المغربية بشكل رسمي وفي هذا الصدد يقول المحلل الثياسي محمد ثالم عبد الفتاح بأن الوضع القانوني للقويرة وإمكانية أن تشكل بؤرة توتر للعلاقات الموريتانية المغربية قال إن كنت أجد صعوبة في تجرده من الداتية بحكم انتمائي لأسرتنا كانت تستقر في القويرة وعانت كباقي المنتمي للمنطقة الحدودية من التهجير ومصدرة الممتلكات والحرمان من العودة والاستقرار فيها ويرى المحلل الثياسي أنه لطالما تم توضيف ملف القويرة من طرف خصوم البلدين لتأثيم الوضع في المنطقة وعرقلة العلاقة المتينة بينهما لكن الغربان النعيق للتفعيد والتوتر تمرر الكثير من المغالطات بخصوص الوضع القانوني لمنطقة القويرة وأوضح عبد الفتاح أن موريتانيا ومنذ انسحابها من نزاع الصحراء لم يسبق انطالبت رسميا بمنطقة القويرة وخرائط الدولة الموريتانية الرسمية الصادرة عنها منذ سنة 1979 والمودع لدى الأمم المتحدة لا تتضمن أي شبر من الصحراء المغربية كما لا تتضمن منطقة القويرة ما يعني أن تواجد الدولة الموريتانية في منطقة القويرة لا يتجاوز إدارتها بحكم الفراغ الإداري فيها الناجم عن حرب الصحراء في فترة انسحابها ولا علاقة لوجودها في منطقة القويرة بممارثة أي شكل من أشكال الثيادة الترابية وتبع قائلا وأما بالنسبة للمغرب فلا يزال يتمثك بالثيادة على منطقة القويرة شأنها شأن كافة المناطق شرق الجدارة الذي حيث حرث إبان إنشاءه على الإبقاء على مثافات أمان تكفل مطاردة أي مخاطر أمنية دون الإضطرار إلى تجاوز حدوده الترابية وهي المناطق التي أثث لجماعات ترابية تؤثر منتثبيها وتمثل ثاكنتها التي هجرتها وأقامت في مدن الصحراء بسبب تطورات الحرب حيث يوجد مجلس جماعي للقويرة وبقية الجماعات القروية الأخرى في مناطق شرق الجدارة كما يمثلها منتخبون في الهيئة المحلية والوطنية في غدون توفر الظروف الملائمة لعودة الثاكنة تلك المناطق للاستقرار فيها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر